مباراة الاهلي وفلامينجو انت بتتكلم لاتي لو انت بقى جوا الجهاز الفني وعايز تجاهز اللعيبة دي معنويا خسره قدام بريان مدريب بنتيجة اكبر من اللي كان متوقع يعني عشان على حسب الاداء بدنيا انت مفهود اكتر فريق مرهق بحيث ان انت لعبت مباراة زيادة مباراة اوكلا تجاهز الفريق بدنيا ومعنويا ازاي قبل ما اجيت ونفسيا ام حاجة يعني قبل كل ده نفسيا البدني ده بيبقى بيبقى فيه شق للجهاز الفني وشق للعب انت بقى فيه ممكن لعب يلعب كله من ماتش وتلاقي بيقادل نفس الاداء وفيه لعب ممكن يلعب ماتش وبعدها بتلت ياملك لقى ريع ولا ماتش لبعض لازم يشتغلوا معهم نفسي لاني طبعا انت يبقى فيه ناس يعني فيه اوراق النهار ده مختلفة النادي لعلي خسر الاربعة يقولك اي ده خسر الاربعة من الناس ده نتيجة تقيلة والناس تانية بتقولي لا ان الاداء كان كويس فطبعا لعبها السوشيال ميدي الوقت بقت منتشرة فالعبها بتسمع الكلام ده فلازم الجهاز الفني اشتغل مع نفسي والريكافري برده طبعا والريكافري مهم جدا وانت شغلت يعني انت برضو مركز تالت بالنسبة لك مركز كويس جدا انت اخد تالت مراته لو بعد مركز تالت ده انجاز متحققش قبل كده من اطريف العالم صح قدام فرقة برضو انا شايف ان فرقة كويسة جدا وممكن بما ماتش اصعب مريال مدريد انت ما بتلاعب فرقة زيارين مدريد هي بتبقى فتح الملعب فبعندك مسعاد وبتلاعب فرقة زي بتاعت البرازيل دي هتلاقي الموضوع اصعب شوي بس بحس الفرقة البرازيلية مبقاش تموحها تالت اللي هو انا رايح اخد بطولة فلو هو حلع بتاعته رابا فمش مشكلة لك احنا تموحنا حلو طبعا بس برضو ممكن يحسبها فلوس برضو ممكن فلوس التالت غير فلوس الرابع ما تضمنش هو التفكير بتاعه ايه لكن برضو هو بالنسباله يقول لك انا اول مرة اخد مركز تالت بالنسبالي زي فريب فلمانجو فتب حق كوية بالنسبالي فانا شايف ان دي مباراة تبقى اصعب من مباراة ريال مدريد اصلا طيب انت شايف تشكيلها ايه اللي يلعب بها لقالي قدام فلمانجو المباراة بقى على ضوء الحالة البدنية والفنية للعبين شايف مين الافضل يبقى اجهز المباراة هل تشايف انه فيها الناصر جديدة من اللي ما لعبتش مثلا زي خاص فتاح يخش المباراة اللي جاية ولا شايف تثبت على تشكيل اه الراجل هو اللي يقول الراجل هو شايف حالة اللعيبة عنده ايه لان طبعا انت بعد الماتش بتشوف اللعيبة حد مصاب حد تعبان حد عنده مشاكل فبالتالي بتقدر ان انت تقيم اللعيبة في خلال فترة ما بين الماتشاط وبتشوف مين الانسب لو انت عندك مثلا حد مثلا في مكان معين اكيد بيبليل بديل بتاعه فانا شايف الناد اهلي ما عنده مشكلة خالص فاي حد يلعب يعني انا شايف خلالت الفتاح يلعب ياسر ابراهيم يلعب الناس دي كل ياسر ابراهيم شوف ناس انا اللي فاتت في ماتش الهلال حاجة ما شاء الله الراجل جاي بجليل واول مرة يلعب كاس عالماندية لعيب الاهلي كده لعيب الاهلي مفروض ان هو بتحطي تحت تغطي يا كريم لازم يبقى ادهى فانا ده كوالة لعيب الناد الاهلي لكن التشكيل للماتش الجاي زي ما قلتلك هو الراجل هيعتمد على الحالة الفنية والبدانية للعيبة اللي موجودة بس اعتقد انا اعتقد ان هو ممكن يغير شوية ممكن يريح ناس ممكن يشوف يدي فرص الناس اللي هي الجديدة اللي اول مرة تلعب تشارك وفي نفس الوقت برضو انت مطلوب منك ان انت تعود خسارة ريال مدريد وان انت هتاخد مركز ثالث ودي مش سهل انت بتلعب فرقة قوية جدا سراعات غير طبعية جوا بدنية مش طبعية عندهم لعيبة او عشر لعيبة بالزبط عندهم لعيبة بالزبط فعندهم لعيبة كمان كوالتي عالي جدا فانت هيتعبوك لو انت ما احترمتهمش كويس هيتعبوك انا عايز اقول برضو حاجة كريمة النهاردة انا شايف ان النادي الاهلي او اللعيبة اللعيبة برضو استسهلت المطش شوية مطش ايه مطش ريال مدريد استسهلوك اه انا شايف كده انا شايف كده الحالة اللي كانت معبولة السوشال ميديا والكلام والناس كلها بتتكلم وبالزبط والغيابات وبنزيمة والناس دي مش هتلعب والكلام ده حاس ان اللعيبة كانت نازلة مستسهلة مطش واتفاجئوا باللعيبة في الملعب ده وارد على الفيكة وبيحصل في المطشات كتير واحمد السيد عارف كلام ده انت بتبقى راح تلعب فرقة مسلا معينة والفرقة دي انت شايف انيها ضعيفة وبتنزل بتتفاجئ وبالزبط في كاس العالم اللي انت مش عارفة كويس بس هل بس دار يا مدريد ما هو بالزبط ما هو ده اللي انا بتكلم عن مطشات تانية لو تفتكر احمد السيد في 2008 بتبقى اللعب باتشوكا باتشوكا نزلنا خدنا 2 صفر في الشوت الاول خدنا 4 شوت التانية يعني الموضوع كان صعب فانت دلوقتي انا شايف ان النهارده اللعيبة مش عايز اقول ما احترمتش ريالما دي لا بستسهله المطش السوشال ميديا والحالة اللي كانت معمولة على اللعيبة بس رحبت الحد دي اتنو وتسعين انت دي اتنو وتسعين انت دي اتنو واحد يعني انا لك الحاجة انت النهارده تشكيل الراجل نازل دي يعني سيبك من 4 واحد دي اللي جوم في اخر لا سيبك انا بتكلمش عن نتيجة انا بتكلم على الاداء وبتكلم على الاجواء اللي كانت في الموجودة في الملعب النهارده تشكيل نازل بيه مش نازل تدافع انت ما دم افشة موجود في الملعب انت نازل خطة هجومية انا كابتان هاي لما بنجي ندافع انا كابتان يقول لك ايه الحق انت خايف ليه كده ودي كورة ولعب هجومي شوية واطلع من مناطقك نجي نهاجم يقول لك هاجمت ما انت ما تهيما التوقيت برضو ايوة التوقيت وبيتلعب مين انت النهارده بتلعب ريما دي ايه لزيما بس ما بتلعب اسيوبيا مثلا